التقى سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء أمس الخميس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمدينة جدة وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتمنيته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار وأكد سموه أن زيارته للمملكة العربية السعودية تأتي عكاسا للعلاقات الثنائية التاريخية المتدرة والروابط الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين معربا عن خلص شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ألسعود على هذه الدعوة الكريمة التي تأتي في إطار التشاور وتنسيق الثنائي المستمر بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الراسخ والوثيق بين البلدين وأطر تعزيز التكامل بينهما في كافة الأصعدة وتأكيد حرص البلدين الشقيقين على دفع العلاقات التاريخية والأخوية إلى آفاق أرحب في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ألسعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ألسعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم كما بحث الجانبان آخر المستجدات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف البلدين الشقيقين تجاهها مقدرا سموه السياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة لا سيما الجهود الرمية لإرساء دعائم الأمن والسلام في المنطقة والعالم حضر المقابلة صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد ألسعود سفير خدم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ألسعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية وسعادة سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح